نبدأ أخبار اللعاب الأخرى من الاتحاد الدولي لكرة اليد اللي أعلن صباح اليوم عن اختيار طاقم التحكيم المصري المكون من علاء حسن وحسام معتمد لمشاركة في إدارة مباراة بطولة العالم مقرر إقامتها إن شاء الله خلال الفترة من 11 حتى 29 يناير المقبل بتنظيم مشترك بين بولندا والسويد وبيشارك الحكام المصريين في إدارة مباراة البطولة ممثلين عن قارة إفريقيا وتشهد كمان البطولة تواجد 25 طاقم تحكيم من جنسات مختلفة بتسيطر أكيد قارة أوروبا على النسبة الأكبر من الحكام المشاركين في هذه البطولة لسه مستمرين في كرة اليد اللي بيشهد طبعا اليوم الخميس ختام معسكر منتخب الوطني كرة اليد معسكره المغلق اللي أقيم مؤخرا في مدية الغردقة ضمن برنامج الاستعلان المشاركة في منافسات بطولة العالة المقرر إقامتها شهر يناير المقبل بتنظيم مشترك زي ما قلت لحالتكم بين بولندا والسويد المقرر أن تعود باسد المنتخب إلى القاهرة اليوم إن شاء الله اللعبين على راحة لمدة 48 ساعة وبيخود المنتخب الوطني بعد ذلك مبارتين والديتين أمام منتخب القطر يومي 19-21 من الشهر نفسه وبيستمر بعدها بقى معسكر المنتخب في القاهرة وينضم اللعبين المحترفين في أيام 23-24-25 من ديسمبر